بدأت محافظة الدقاهلية أعمال تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية من أجل تحسين مستواها بالاشتراك بين وزارات النقل والتخطيط والتنمية المحلية يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية ولتقديم مستوى خدمة عال للمواطنين ومواكبة النهضة التي تمت في مجال الطرق والكباري من خلال المشروع القومي للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظة بالإضافة لربطها مع الطرق الرئيسية مشيرا إلى أنه سيتم تطوير وإعادة تهيئة ستة محاور طرق رئيسية بالمنصورة بتكلفة تصل إلى 210 ملايين جنيه المشاريع القومية التي تتمها حاليا هي مشاريع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محاور مرورية رئيسية للمستخدم مدينة المنصورة من أهلي أو القادم أو الخارج إلى المدينة هي ستة محاور رئيسية بتكلفة 210 مليون جنيه وهذا المبلغ هو دعم إضافي من القيانة السياسية وبتعليمات من السيد الدكتور رئيس الوزراء إلى السيد الوزير المحافظ بخطة الدولة الخطة الإضافية بدعمها بـ 210 تم توجيه 110 مليون جنيه لاختيار مجموعة خمس محاور مرورية رئيسية هي محور شارع قناة السويس محور الإمام محمد عبدو محور البهران محور عبسلام عارف محور مساكن العمور ومحور منطقة المجزر وشارع الجمهورية في المسافة من فندق رمضة حتى إشارة جهة المشروع ده بتكلفة مبدئية حوالي 30 مليون جنيه لرفع كفاءة المرور في الشارع عن طريق توسعة الحرى اليمنى والحرى اليسرى مع بقاء جزيرة ذات ورود وأشجار في المنتصف وذات مامشا للأهالي شكلها جميل بأنها بوسع الشارع وبحافظها على الشكل الجمالي طيب الكلام ده صبعا كله طبقا لتعليمات السيد الرئيس الجامورية السيد القادة السياسية المتوماس السيلة في السيادة عفتاح السيس والرئيس الجامورية وتعليمات السيد محافظة ده أهلية